السلام عليكم. جهازك الكمبيوتر او اللوتوب لا يقلع. تظهر لك هنا هذه الشاشة الزرقاء هنا استرتي بريبير وانت رديك من لفتهم على جهازك الكمبيوتر. اذا لا تقوم بفرمات او فقدان بياناتك. تابعونا على هذا الفيديو خطو بخطو سيحل معك المشكلة. واذا يحل معك المشكلة على هذا الفيديو سأتقل لك حيو الأخرى رابط سنقلوس وفي اول تعليق. اضغط على ادباست اوبشن ثم اضغطونا على تروب الشوت ثم ادباست اوبشن ثم بعدها نأتي هنا عند سيستام ري اسمه للحل الاول سنقوم في هذا الفيديو بحلين. اذا حلت معك المشكلة في الحل الاول لا تذهب الى الحل الثاني. اضغطونا على اسم المستخدم. هكذا. تبعونا اذا كانت لديك كلمة سير قم بادخالها واذا لم يكن لديك كلمة سير او باسورد قم بباشرة تركها فارغة واضغط على كونتيني. فامان لديها كلمة سير قد قمت بتفعليها سابقا على الكمبيوتر. اضغط على كونتيني. سيتم الدخول الى هذه النافذة هنا. نقوم الانتظار قليلا. لاحظونا. تقوم بالضغط على ناكست. وهنا تقوم باختيار او الضغط على اي تاريخ هنا تريد الرجوع عليه او تريد هذا الويندوز الرجوع عليه عنده تاريخ معين او وقت معين. مثلا هنا لدينا تاريخ واحد فقط. نضغط عليه ونضغط على ناكست. هكذا. ثم نضغط على فينيش. ثم نضغط على يس. نتغط قليلا. وصدر ان كان يقلع معنا الكمبيوتر او لا يقلع. لاحظو. قد تم نجاح الاستعادة الويندوز عنده تاريخ معين. وصدر ان كان يقلع او لا. وبالتالي. لاحظو. قد تم اقلع الويندوز بصفة عادية وبدون اي مشكل. اذا المحرم معك المشكل. سنذهب على الطريقة الثانية في هذا الفيديو. الطريقة الثانية. ندخل مباشرة على اترو بالاشوت. هكذا. ثم بعدها نأتيون عنده ادفاس ادو اوبشن. بعدها نأتي عنده خيار. هنا نقوم بالخيار. نقوم بالخيار. نقوم بالضغط على الستارت. او الستارت. هكذا. تقدر نكون هذه النفذة. قم بالضغط على زر لوحة المفاتيح على لقم اربعة. لاحظو. عندما نضغط على لقم اربعة. سيتم مباشرة الدخول على هذه النفذة. لاحظو. هنا وضع الاقلاع على. هنا تقوم باتخال كلمة السر. وبالتالي هنا قد دخلنا على وضع. سنقوم ببعض الاعدادات الصغيرة. يعني هذه الاعدادات سنقوم بها لكي نقوم باقلاع الكمبيوتر بصفة عادية. فما هي هذه الاعدادات؟ يعني نقوم بحثف الملفات التي تسبب مشاكل في اقلاع الويندوز. نأتي هنا عندها هذه الايقونة هنا. نضغط عليها هنا. تظلون هذه النفذة. ثم نأتي عندها نتظر قليلا. تظهر لنا هذه الخيارات. نقوم بملء كل هذه الايقونة او هذه الخيارات هنا. نقوم بملئها جميعا. ثم نضغط على اوكي. ونضغط على حتف الملفات. لاحظوا. نتظر حتى يتم حتف الملفات غير المستعملة ولا تتسبب مشاكل في الاقلاع. ثم بعدها نضغط على اوكي هنا. ونقوم باعدة تشغيل الكمبيوتر. لاحظوا نقوم باعدة تشغيل الكمبيوتر. في هذه الخطوة لا يقلع معك لان المشكل لم يحل بعد. بعدها تظهر لك هذه النفذة الزرقاء هنا. نأتي هنا عندها تروب الشوت. ثم Advanced أو عفوا. ثم هنا لديك خيران. يجب أن تقوم بالضغط على خير الأول. يعني احتفاظ بملفاتي. هكذا. ثم هنا نتظر قليلا حتى يتم استعادة هذا الكمبيوتر. ثم نضغط على اسم مستخدم هنا. ثم هنا نقوم باتحركة المستخدم كما قلت لكم إذا كانت لديك من قبل. إذا كانت لديك من قبل. تقوم بإدخالها وإذا ما يكون من لديك. تقوم بالضغط على continue. تركها فرغة وتضغط على continue. ونتقدر. تضلنا هذا الخيار هنا. نقوم بالضغط على local reinstall. هكذا. ونتقدر حتى يتم rest this pc. وستطلب معك مدة للانتظار. فأنا سأقوم بتسعيل الفيديو لكي لا أطلع عليكم. وبالتالي لاحظوا هنا قد تم إقلاع للويندوز بصفة عادية وبدون أي مشكلة وبدون أي الفرمات. فلتسروا ويقوموا بالاشتراك ودعم القناة. والسلام عليكم.